أشارت وزارة البيئة إلى أن مصر تحرسه على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي خلال رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27 القادم والمقارن نعقاده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل وخلال لقائها المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأغدر أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن عام 2022 يعد مميزا في أجود الربط بين حماية التنوع البيولوجي وتغير المناخ لافتة إلى المبادرات العالمية التي ستطلقها مصر من خلال رئاستها للمؤتمر